بحث طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية مع سيدري كريمرز نائب رئيس شركة شل العالمية وداليا الجابري رئيس شركة شل مصر أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في ظل تكثيف الشركة لعمليتها في مصر وخاصة تنمية الأبار وخلال اللقاء أكد الملة أن شركة شل شريك استراتيجي لقطع البترول وتعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام حققت خلالها العديد من النجاحات مشيرا إلى أن مصر تبنت استراتيجية كاملة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وأن العمل جار لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات من جانبها أشار نائب رئيس شل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر وتكثيف جهودها في ضوء حملة البحث والاستكشاف التي تجربها حاليا مع نجاحها في تحقيق الكشفين المهمين من غرب وخوف بالإضافة إلى تنمية المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع غرب دل تنيل العميقة ترجمة نانسي قنق الس dental